مشروع القرار المعروض على مجلس الأمة لتخفيض سن التقاعد الذي أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة قاعة عبدالله السالم لقى اهتماماً بالغاً من قبل المواطنين الذين وجدوا في المقترح ملاذاً للتخفيف من معاناة المتقاعدين مقترح طيب أنا أشوف إن شاء الله أحسن من قبل السبب؟ يعطون مجال حق الأشخاص اللي قاعدة يغربون بديوان الخدمة المدنية يعطونهم مجال حق التوظيف لا مع خفض التقاعد مع خفض التقاعد سبب دوال المنظفين دوال الخدمة طوابير الانتظار التوظيف راح يفتح لهم مجال لا جداً ممتاز جداً يتبرغ الحياته يتبرغ الأعماله يتبرغ الأسرته توفر أموال للدولة تفتح مجال للشباب زيد عدد الوظائف العنب عبدالله متقاعد منذ أكثر من أربع سنوات كانت له وجهة نظر مختلفة لا والله ما أيده أنا متقاعد لواحد يقعد بالبيت وصير سايق حق العيال وديهم وييبهم أنا فقط شغل زين شغل زين والدوام زين أما مشعل فهو تقاعد بسبب حالته الصحية ويرى في خفض سن التقاعد فرصة تساعده في تنفيذ مشروعه الصغير أنا شخصياً أنا متقاعد متقاعد تقاعد طبي فبالعكسي هذا فادني أكثر شيء والحين أنا لدي التأمينات الاجتماعية أطلب شهادة أشياء سأسوي هدفي اللي هو دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة اللي قاعدت تدعمني حق مشروعي الخاص البزنس مالي الأراء انقسمت بين مؤيد ورافد للمقترح النيابي حيال خفض سن التقاعد ولكن ماذا عن التداعيات الاقتصادية؟ وجهة النظر الاقتصادية تؤيد تخفيض سن التقاعد على اعتبار أن ذلك يفتح المجال أمام العاطلين عن العمل ومن شأنه أن يعزز دور المشاريع المتوسطة والصغيرة من جانب صحية تقليل سن التقاعد هو يخفف الضغط على الدولة بأن المجهود المبذول أثناء الخدمة يكون يعني مرتفع جدا فهذا يسبب أكيد زيادة في التوتر المشاكل الصحية وما شابه ذلك بالإضافة إلى ذلك الحكومة حاليا تقوم بدفع الكثير من تكاليف على تأمينات المنظفين في القطاع الحكومي وبالتالي هذه التكاليف الغير واضحة تماما حتى في طروحات الفرق التي تقول بأن تخفيض سن التقاعد سيؤدي إلى وجود عجز اكتوار للتأمينات التأمينات جزء من الدولة فبالتالي الدولة تقوم بدفع من جانب وتعوض التأمينات من جانب آخر عند تخفيض سن التقاعد سيقوم المتقاعد بعد سن معينة بإمكانه أن يزاول أعمال أخرى وإن يعني طبعا يجب أن تسمح للدولة بالتالي هي الأعمال ما بين منتهية الصغر والمشاريع المتوسطة والصغيرة وبالتالي هذا يعيد تدفقات الأموال في الاقتصاد المحلي مسألة دخول موظفين جدد وبأعمار أقل يعطي إنتاجية أعلى لأن الأعمار كلما ارتفع سن الموظف يكون جهد أقل وبالتالي إنتاجية تتقل فبالتالي دخول دفعة جديدة مكان الدفعات التي ذهبت إلى التقاعد الإختياري يعطي إنتاجية أعلى ويبقى السؤال في حال إقرار خفض سن التقاعد هل سيقضى على الكفاءات الكويتية والمواهب عند البعض والتخصصات النادرة عند البعض الآخر مثل الأطباء والصيادلة وأساتذات الجامعة الذين لديهم القدرة على مواصلة عملهم ابتسام رمال الراي